اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله تعالى أن يضرب الزلزال المفجئ بلادنا مخلفا آلاف شهداء والعديد من الجرحة شفهم الله وقد كان المصاب عظيما والألم شديدا ومسنا جميعا ملكا وشعبا من تنجا إلى القورة ومن شرق البلاد إلى غربها قال تعالى قل لا يصيبنا إلا ما قتب الله لنا صدق الله العظيم وإننا ندعو عز وجل أن يثبت أرضه رحمة بإباده الضعفاء والمساكين فهو أرحم الراحمين وإذا كان الزلزال يخلف الضمار فإن إرادتنا هي البناء ويعادة الأمار لذا نشدد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة للأسر المنكوبة والإصراع بالتأهيل ويعادة بناء المناطق المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية ورغم هولي الفاجئة فإنما يخفف من مشاعر الألم ويبعث عن الاعتزاز ما أبانت عن فعاليات المجتمع المدني وأموم المغاربة داخل الوطن وخارجه من مظاهر التكافل الصادق والتضامن التلقائي مع أخوانهم المنكوبين كما نعبر عن إشادتنا بالتضحيات التي قدمت القوات المسلحة الملكية ومختلف القوات الأمنية والقطاعات الحكومية والإدارة الترابية لإنقاذ ومساعدة سكان المناطق المتضررة ولا يفوتنا أن نجدد إبارة شكر للدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن تضامنها مع الشعب المغربي ووقفت إلى جانبنا في هذا الظرف الأليم دكتور محمد العمراني أبو خبزاء الملك محمد السادس يحرس في مستهل خطابي على الإشارة إلى ضحايا الزلزال وضرورة مواصلة تقديم المساعدات للأسر المنكوبة والإسراع في تأهيل وبناء المناطق المتضررة من الزلزال ما هي دلالات هذه الإشارة في خطاب الملك محمد السادس طبعا الحالة الحدث لم يكن حدثا عاديا وحدث تركه من أثار على المجتمع المغربي مختلف مكوناته فبالتالي أنه كان متوقعا أن يكون في مسهل الخطاب وكذلك أن يؤكد جانب الملك على الاستمرار نفس النهج وربما يمكن اسمها الملحمة المغربية في التعامل مع هذه الكارثة بحيث ربما أنه قد يعتقد البعض أن مرت الأمور وأن الأمور عادت لوضعها الطبيعي بل نحن أمام ورش فتحها والمغرب بالنسبة لهذه المنطقة فجالة الملك تأكيده على ضرورة مواصلة الدعم والعمل الميداني وإعادة تأهيل إلى غير ذلك ومرتبط بالمخرجات التي تمت من خلال ثلاثة جالسات عمل ترأسها جالة الملك وأفضت إلى وضع خارطة طريق نحو تنمية هذه المنطقة نحن الآن لا نتحدث فقط عن تجاوز المخلفات المباشرة لزنزال الحوز بل نحن نتحدث عن تنمية أو نموذج خاص لتنمية هذه المنطقة من يعود إلى الإجراءات المتخدة مثلا إحداث وكالة لتنمية الأطلس الكبير والمدة الزمنية المخصصة لهذه الوكالة تمتد إلى غاية 2029 بمعنى أن هناك مخطط عمل متكامل مندمج يشمل جميع الجوانب من أجل جعل هذه المنطقة منطقة تتجاوز أثار زنزال وكذلك تندمج في النهج التنمية الذي دخله المغرب إذن فبتالي أن بطبيعة الحال أن التوجيهات الملكية كانت واضحة في هذا المجال أن يستمر دعم ساكينة المنطقة كما هو معلوم أن في الأسبوع الماضي قد تم بد العمل بالدعم المباشر 2500 درهم شهرية لمدة سنة وكذلك إحصاء البيوت التي شملها الضرر إما كليا أو جزئيا كذلك الملاحظ هو العمل الميداني قد بدأ خاصة عن مسوفك العزلة وإعادة بناء البنية التحتية وفي نفس السياق هناك عمل للجنة الوزارية البنية التي الآن كما هو معلوم هناك مخططات يتم وضعها براسات يتم القيم بها ويجب أن تلتزم بالصقف الزمني الذي ما تحديده من خلال جلسات العمل إذن فالكارثة وقعت تعامل مع المغاربة ب كما هو معهود في هذه النقطة الملك أشار إلى القيم الأصيلة للمغاربة وحرص على الإشارة إلى الاعتزاز بما قام به المغاربة إبانا الزلزال ومظاهر التكافل والتضامن التي هي كما قلنا ليست خافية على المجتمع المغربي مع الإشارة طبعا بالقوات المسلحة الملكية وكافة المكونات الأمنية والحكومية العهل المغربي ربط بين هذه القيم المغربية الأصيلة وبرامج إعادة الإعمار بعد الدمار الذي خلفه الزلزال مثال على ذلك صندوق التضامن لتدبير تدعية الزلزال للحوز تجاوزت التبرعات فيه لحد دلالة أعتقد 12 مليار درهم ما دلالات الوصول أيضا إلى هذا المبلغ الهام تقريبا تجاوزنا أكثر من 10 في المئة من الميزانيا المرصودة لإعادة الإعمار في غضون شهر واحد هذا مثال على القيم التي كان يتحدث عنها الملك محمد السادس الملاحظة وإحنا بالنسبة للمغرب هناك سياسة تدبير الأزمات وهذا نهج ربما أنه جديد على مسؤول عملية التدبير فتدبير الأزمات هي تحتاج إلى سياسة مغايرة ومختلفة جدا عما تكون عليه الأحوال العادية الآن عندما نرى التصور الذي تم اعتمده بالنسبة لمواجهة آثار الزلزال نلاحظ أن الأمور مضبوطة بشكل دقيق لأن لا نترك هذه الأمور للاحتمالات والفرضيات التي قد تتحقق وقد لا تتحقق لأن هناك أناس مشردون ونحن مقبلون على فصل الشتاء الذي يكون بارد جدا في تلك المنطقة فالتفكير يجب أن يكون تفكيرا عمليا بالإمكانات الممكنة لدينا تجارب لأن لم يتم خلق أو إنشاء أو إحداث هذا الصندوق بدون أن يكون هناك تصور لماذا إمكانية نجاحه فمعلوم أن كانت لدينا تجربات كورونا صندوق كورونا كيف كان أن هناك ربما الكل وجد نفسه أمام أرقام فلكية في البداية كان الأمر يتحدث عن 10 مليار درهم وصبحنا 34 مليار درهم مداخله من أين مداخله من تبرعات المواطنين المغاربة سواء في الداخل أو في الخارج هذه الخاصية هي خاصية مغربية بمعنى أن عندما تم إنشاء هذا الصندوق من المتوقع ومحتمل أن تكون هناك أموال ربما أن هذا الأمر لن يقف عند هذا الرقم لكن يجب أن ننبع إلى كون أن سألت تنمية هذه المنطقة هي غير مرتبطة بالصندوق هي مرتبطة بتمويلات مختلفة هناك ميزانية العمل للدولة هناك مساهمة الجماعات الترابية الجهة الجماعات الترابية الأخرى هناك مساهمة الجهات المانحة المغرب أصدقاء وشقاء الكل يرغب في تقديم المساعدة بمعنى أن هناك الكثير من الموارد التي سيتم اعتمادها لتحقيق هذا الورش لأن كما قلت نحن لسنا أمام مشروع لتخفيف فقط من آتار زلزال نحن أمام مشروع أوسع وأهم وهو مشروع جعل هذه المنطقة نموذج في التنمية لأن بالفعل أن هذه المنطقة كانت تعيش لها شاشة كان فيها نقص على مستويات معينة ولكن الآن يفرصة لنقل هذه المنطقة لتصبح منطقة جد بحقيقية لاستثمار ومنطقة ربما أن تكون نموذج لباقي المناطق الأخرى وبضارة النافعة كما يقال حتى أستثمر الوقت أكثر أيضا أشير إلى جانب مهم في كلمة الملك محمد السادس خلال افتتاح الدورة الأولى لسنة الشريعية أن الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة بخصوص مراجعة مدونة الأسرة تندرج في طار القيم الوطنية التي تقدس الأسرة أيضا نتابع جانبا من خطاب الملك محمد السادس في إطار هذه القيم الوطنية التي تقدس الأسرة والروابط العائلية تندرج الرسالة التي وجهناها إلى رئيس الحكومة بخصوص مراجعة مدونة الأسرة إن الأسرة ينخلية الأساسية للمجتمع حسب الدستور إذا نحرص على توفير أسباب تباسكها فالمجتمع لن يكون صالح إلا بصلاحها وتوازنها وإذا تفققت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة إذا ما فتئنا نعمل على تحسينها بالمشاريع والإصلاحات الكبرى إذن في هذا الجانب دكتور أبو خبزة الملك محمد الساد استحدث عن مدونة الأسرة وطبعا هذه ليست المرة الأولى التي يركز فيها على ضرورة يعني مراجعتها يشير مرة أخرى إلى توجيه لرئيس الحكومة بالعمل على إنجاح يعني هذا المشروع ما الذي أنجز حتى الآن وما هي أيضا مقاربة هذا الإصلاح نحن أمام الورش له خصوصيته خاصة بالنسبة المجتمع المغربي ونعيش ربما ظروف أو سياقات مشابهة لما كان في 2004 كان هناك نقاش مجتمعي لأن الأمر يتعلق بنص قانوني له أهمية كبيرة جدا بالنسبة للمجتمع المغربي فلذلك نلاحظ أن الحرص الملكي شديد في هذا الجانب فالمنهج التي اعتمدها جهالة الملك هي تختلف عن المنهجيات المعتمدة في النصص القانونية الأخرى فنصص القانونية الأخرى تكون هناك مشروع مقترح قانون يحل على البرلمان ويناقش في الليجان المتخصصة إلى غير ذلك في حين أننا الآن مع نصص قانوني له كما قلت مكانة خاصة بالنسبة للمجتمع المغربي وله علاقة بالأسرة التي حصنها الدستور المغربي الدستور المغربي حصن مؤسسة الأسرة بشكل واضح فبالتالي المنهجية هي منهجية خاصة تكليف رئيس الحكومة مع السلطة القضائية بشقيها وكذلك بوزارة العدل ثم الاعتماد على المؤسسات الدستورية التي لها علاقة بالموضوع خاصة وزارة الأسرة والتصدامون وكذلك المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني الحقوق الإنسان والانفتاح كذلك على فعاليات أخرى لها علاقة بالمجال هذا ينم على أننا أمام وثقة يجب أن يكون حولها توافق وهذا الأمر له خصوصية بالنسبة للمجتمع المغربي فبالتالي معلوم أن القضايا الأسرة فيها وجهة نظر فيها اختلافات كبيرة وكبيرة جدا ولكن في نفس الوقت هناك تجربة تمت ونقوم بتقييمها ونقف عند ما هي أهم الصعوبات التي تواجه الأسرة المغربية إذن فمن هذا المنطلق جلالة المالك من طبيعة الحال أنه حارس جدا على أن تمر الأمور في ظروف ممتازة وأن تكون النتائج كذلك في المستوى لذلك في الخطاب أنه حدد الإطار المرجعي حتى لا يكون هناك انزلاق لأن كما قلت أن المجال شاسع جدا ووزجهات نظر متباينة للغاية خاصة تزوج القاصرات الولاية النيابة الإيرت في نقاش كبير وكبير جدا وكما قلت أنه حتى درجة المواقف هي متباينة إلى حدد تضاد ولكن حتى لا يكون هناك انزلاق جلالة المالك وضع إطارا مرجعيا لهذا التعديل هناك ثلاث قيم يجب أن لا يخرج عليها من خلال إلى النقاش هناك المرجعية الدينية والروحية التي رعاها جلالة الملك وهنا خطابه أو رسالته واضحة أن أنه لن يحل ما حرم الله ون يحرم ما حل الله هذا أمر واضح هناك نصص قطعية في المغرب لا تناقل هناك مجال للشهاد في إطار إمارة المؤمن فبالتالي أن المجال مفتوح في هذه الغاية ثم الجانب الآخر هو أن القيم المواطنة المغربية في ضل الملكية التي هي جامعة وموحدة للمغربة فبالتالي هذه القيم التي تحدث عنها كذلك قيم تضامن هي الإطار المرجعي الذي يجيب أن نناقش داخله هذا المغرب هذه الإشارة من طرفك أيضا الخطاب تضمن إشارة واضحة للتربط بين إصلاح مدونة الأسرة والحرص على تماسكها وتحصينها بأورش من بينها ورش الحمال الاجتماعية هذا الورش قطع عدة مراحل من المهم في هذا السياق أيضا أن نتحدث عن السجل الاجتماعي الموحد أين وصل وهل ربما برأيك تدعيات الزلزل الأخير ستغير في التصور السابق لهذا السجل لا بشكل قطعي يجب أن نؤكد نقطة جد مهمة المغرب مرة بعد الإعلان عن المشروع عن الورش الكبير للتغطية الاجتماعية الحماية الاجتماعية لاحظنا أن هذا الورش لم يتوقف لم يتأثر لا بالتدخم ولا بحرب روسيا الأوكرانية ولا بالجفاف بمعنى أن البرمجة التي وضعت والتمويل الذي حدد لا زال يحترم بشكل دقيق بل أكثر من ذلك نلاحظ أن في هذا الخطب أن جالد الملك وسعى حتى من الفئات التي ستستفيد من الدعم هنا بالنسبة للعائلات الأطفال بمختلف الفئات الآن يتحدث جالد الملك عن فئات جديدة ما هي آثار الربا المتقبلية لهذا التوسع في دائرة السابق؟ لأن عندما نتحدث عن الدولة الاجتماعية التي هو ورش مغربي مهم جدا فمن المفروض أننا نحافظ على العدالة الاجتماعية بالشكل الذي يحقق هذا الهدف الكبير هو الدولة الاجتماعية نحن نعلم أن هناك بالفعل غياب العدالة الاجتماعية هناك فئات تعاني من الهشاشة خاصة النساء الأطفال الشباب دولة الاحتياجات الخاصة سكان العالم القراوي إلى غير ذلك هناك فئات تعاني من الهشاشة إذن كيف سنواجه ذلك من خلال هذا الورش الذي يتمثل في الحماية الاجتماعية ولكن هنا نحتاج إلى آليات هنا السجل الاجتماعي السجل الاجتماعي قطع أشوات مهمة جدا هناك تبسيط المساطر وتبسيط حتى طريقة الولوج والوصول إلى السجل الاجتماعي هذا وجد مهم بالفعل أن لم نصل لحد الآن إلى كل الأهداف ولكن مع مرور الوقت ووصول البرنامج المخطط إلى نهايته من دون شك أن هناك إمكانية نجاح قائمة كانت هناك صور لافتة أثناء دخول الملك محمد السادس إلى البرلمان وإلقاء خطابه بحضور المديرة العامة لصندوق النقد الدولي وأيضا رئيس البنك الدولي أجاي بنك وأيضا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستيالينا جورجيفا لديني حظية باستقبال من طرف الملك محمد السادس وهذه الصور نتابعها أيضا بالمناسبة أعرابة صندوق النقد الدولي عن سعادتها بحضور الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس لعضاء مجلسي البرلمان طبعا بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان وأيضا كانت هناك تصريحات بعد ذلك لرئيس صندوق النقد الدولي تقالي الخطاب تضمن إجراءات هم تهدف إلى دعم القدرة الشرائية إنه لشرف عظيم أحظى باستقبال من قبل جلالته هنا في البرلمان وسعيدة جدا لحضور هذه المناسبة لقد حظينا بفرصة لنشكر صاحب الجلالة والحكومة والشعب المغربي على استضافة اجتماعاتنا بسخاء وكرم كثيرين وأيضا كانت فرصة للتعبير عن تضامننا مع المملكة بعد الزلزل الأخير ورغم ذلك فنحن هنا في المغرب بفضل جلالته لقد كنت محظوظا بأن أكون هنا وتشرفت بفرصة مقابلة جلالة الملك في البرلمان وتيحت لنا فرصة لنكون حاضرين في جلسة تميزت بالإعلان عن تسريع برنامج الحماية الاجتماعي الذي أطلقه جلالته وهو برنامج يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسرة المغربية ودعم قدرتها الشرائية كما أغتنم الفرصة لأشكر المملكة المغربية على احتضان اجتماعاتنا السنوية لقد مرت في أجواء جيدة رغم الظروف الصعبة التي مرت منها المملكة بسبب الزلزال لكن الجميع حكومة وشعبا بذلوا جهدا كبيرا من أجل إنجاح الموعد ولا بد أن نتقدم لكم بالشكر لحسن ديافتكم أعود مجددا لك دكتور محمد عمراني بخبزة أجاي بنغا كريستالينا جورجيفا المديرين من حجم كبير يحضران إلى البرلمان ويحضيان بشرف استقبال ملك محمد السادس يتوجدان اليوم بالبرلمان والسؤال أيضا أربط ما المطلوب للمؤسسة الشريعية اليوم خاصة وأن تجويد العمل البرلماني كان مطلبا مستمرا اليوم الحاجة إلى هذا الإصلاح أصبحت ضرورية ونحن نتحدث عن أوراش كبرى الكل يتابع اليوم ما تفعله المملكة التي أصبحت بشهادة الجميع استثناء ليس فقط في محيطها الإقليم وإنما أيضا على المستوى الدولي المغرب سيكون قبل للعالم بعد سبع سنوات حين سينظم كأس العالم وتابعنا تصريحات كبار المسؤولين أثناء الاجتماعات السنوية لصندوق الدقد والبنك الدوليين وربما أن الارتصامات التي أعرب عنها المشاركون في ملتقى المراكش والإشادة بالإجازة التي وبتفرد ربما أنه هناك سر لكيف استطاع المغرب أن يحقق كل ذلك إذن فحضور في البرلمان هو إجابة عن هذه التساؤلات البرلمان وما يبتله كمؤسسة ديمقراطية ومنتخبة الخطاب الملاكي الذي هو يعتبر خارطة الطريق بالنسبة السنة تشغيعية بالنسبة للبرلمانيين وكذلك حتى الإطار الذي يتم فيه كل ذلك هذه العلاقة ما بين رئيس الدولة وما بين البرلمان وحضور الحكومة ولكن ربما اللافت هو الشكل الذي يتم فيه هذا الإطار الذي يشكل معطاجة مهم بالنسبة للمغرب المغرب الذي يشكل دولة الأمة بحضارة عريقة بتراكم من التقاليد التي تعود لقرون فهناك بالإضافة إلى العمال والجدية والتخطيط وإلى غير ذلك هناك كذلك الرأس اللامدي الذي يتجسد في ذلك الشكل الصراحة النموذجي والاستثناء الذي يتم فيه كل ذلك لأن طريقة اللباس والطقوس المرتبطة به وحتى الاستفاف المواطنين حول البرلمان كلها الكثير من الرمزية التي تجيب على التساؤل كيف استطاع المغرب أن يحقق ما حققه لأن ربما قد تتوفر على الإمكانات المادية وتحقق أمور ولكن أنت لا تتوفر على هذه الإمكانات المادية وتحقق أكثر مما يحققه من يمتلكون الإمكانات المادية إذن فربما هذا الحضور فيه جزء من الإجابة على تلك التساؤلات التي تقول كيف استطاع المغرب أن يحقق ما حققه أيضا في أقل من دقيقة لو سمحت نحن في نصف الولايات الشرعية للحكومة ما هو التقييم الممكن لأداء المؤسسة الشرعية خصوصا لديها خريطة الطريق لديها خريطة الطريق ولكن ربما جالة الملك في آخر الخطاب نبه البرلمان أنا أعتبر وتنبيه أن على البرلمان أن يشتغل بوترة أكبر جميع المؤسسات هي مطالبة بأن تنخرط في هذا الورش الذي دخلها المغرب السقف مرتفع لأن من حق المغرب أن يرفع السقف لأنه ليس كباقي الدول من حقه كدولة لها هد الإمكانات وأن يكون طموحها أكبر لذلك فربما أعتبره تنبيها لأن أخاف وأخشى أن لا يتم استثمار ما تبقى من الولايات شريعية في غير محل الإنجاز شكرا جزيلا لك دكتور محمد عمران بخبزة المحلل السياسي كنت ضيفنا طيلة هذا اليوم شكرا أيضا لموصل لكم مشاهدين على كرم المتابعة التقيكم على الرأس الساعة القادمة فإلى اللقاء